أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مولدات الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي وفي المستشفى الأندونيسي بغزة ستتوقف في غضون ساعات ودعت الصحة الفلسطينية أصحاب محطات الوقود دعتهم في القطاع إلى سرعة تغذية المستشفيين بالوقود وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الوضع بات يهدد حياة المئات من الجرح والمرضى من بينهم 42 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة في حضنات الأطفال بالإضافة إلى 62 جريحا ومريضا تحت أجهزة التنفس الصناعية و 650 مريضا بالفشل الكلوية فضلا عن المئات ممنهم بحاجة لعمليات جراحية طارئة شكرا